تحسيسي اليوم كنا في واحد لقاء تحسيسي حول الانطلاقة ديال برنامج ديال الابوي ديال البخيمو إكسبورتاتوخ دونك هاد برنامج ديال كيهم لا أصحب الشركات أو التعونيات ليهم ديجا كيخدموه ديب خدوي وكيبغي ويخرجوهم على بره يبغي ديرو تصدر ديالهم كيكون مشاكي بطبع الحال فينانسية غدا هو دائما الي سيكون العائق الأكبر يعني صراحة إن هو المشكل المادي فصراحة إن البيضة رجت هاد برنامج هاد لي كيحوض كيديل غن بوغسومون ديال دوك اللي فخي في هذا المجموع من الأقصام أمن أسرح 1.5 مليون درام في دوز عام وهذا هذا المساعدة سأبت فدر أرادنا في ايضا وفع الأشياء في مستوى الجهاد فيه أراضي سلاقنتر فقد يظهر لتعبطة أمور المعامل في المتابعة للمتابعة للمتابعة ومتابعة إلى الأمور في الوضع المريض لذلك إذا أمور المتابعة للمتابعة يجب عليك ايضاً بالنسبة لكي تريد الحلقة. وذلك هو المنزيد القرب من من nodig الكثير من المنزلين أو aux entreprises qui exportent de manière irrégulière ou sporadique. En tout cas, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires à l'export inférieur à 5 millions de dirhams. Le programme prévoit le soutien des entreprises. Pour cette édition, on prévoit recruter 100 nouvelles entreprises qui auront un soutien à hauteur de 1,5 million de dirhams sur deux ans pour financer leur programme d'action, le plan d'action à l'export afin d'essayer de devenir exportatrice. Il faudra sélectionner.